تعريف الكاميرات بصورة عامة هي الآلة اللي راح توقف لك الزمن ثانية وحدة ورح تحفظ لك هاي اللقطة العمر كله عب هاي الكاميرات تاخذ لك هاي اللقطة من زاوية وحدة بهذا الفيديو راح تتعرف عن نوع الجديد من الكاميرات راح يوقف لك هاي الثانية المهمة بحياتك ورح يحفظ لك ياها للعمر كله وب 360 درجة تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالله رافض وياكم طبعا وصلنا بالكاميرات من التطور الخرافي بالتقنية وصلنا الى 4K وصلنا الى 6K وال8K وغيرها من الدقاء لكن بقت الكاميرات عبها واحد او مو عبها ميزة اضافية تنظاف الها الكاميرات عادة تاخذ الصورة اللي امامها بمعنى اخر الكاميرا وان متوجهها الصورة اللي راح تنحفظ هي الصورة اللي جاية امام العدسة لذلك نطلعها التقنية جديدة وبدت تستخدم في نهاية عام 2016 بشكل كبير خصوصا على اليوتيوب او على الفيسبوك هي كاميرات لك 360 درجة او الكاميرا المحيطية اللي هي عادة تنتجي مثل هاي سواء قانت اربع كاميرات من جوبرو مدمجة عمو التطيق صورة 360 او كاميرا واحدة مثل الـ HTC والسامسونج او مثل الـ Ilicam هاي اللي هو الفيديو موالتنا عليها اللي تجي بعدستين كل واحدة راح تغطي لك تزاوية معينها من المشهد بالتالي راح تدمش لكيها في فيديو واحد بـ 360 درجة لذلك 360 درجة وكاميرات لـ 360 هتشوفوها هتبدي تكثر في عام 2017 وحتى 2018 او ممكن تصيرها وتلغي الكاميرات الاعتيادية وتجينا كاميرات لـ 360 الله وعلا بهذا الفيديو راح نساوي لها انبوكسين وتشوفوا المحتويات اللي بيها مثل عادة وايضا راح نستخدمها فترة ما نساوي لكم مراجعة عليها كاملة واحتمال المراجعات التقنية من الناب جاي راح تكون بـ 360 درجة الله أعلم عموان خلينا ندخل بالفيديو مباشرة عموان خلينا نكمل وياكم ونشوف الكاميرا والبوكس مالتها والملحقات بدايتا عموان نأخذ المميزات مالتها بشكل سريع عدنا 360 درجة الـ VR مود وعدنا تساوي لك فيديو 360 او بانورامي محيطي ايضا يقدر يساوي لك من عدسة وحدة يعني حتكون بـ 220 درجة وايضا يدعم الـ Wi-Fi ماكو ايشي ثاني عالصندوق يستغل ان انت تقرأ باقي اشياء مجرد بريزنتيشن للكاميرا مالتهم لاكثر ولاقل طبعا هاي هي الكاميرا او هذا هو البوكس وملحقات الجهاز عندك هنا بوكس صغير موجودة بي الكاميرا حنرجع لها بعديا وايضا عندك صندوق صغير موجودة بي الملحقات خاصة بالكاميرا طبعا خلينا نبدي ونشوف ملحقات الكاميرا شنية او الشي حدك هاي القاعدة اللي هي حتكون مسؤولة عمددها انت تريد تركب الكاميرا على السيارة على ايدك بأي مكان انت يعجبك يعني ان انت تريد تركب الكاميرا بي حتقدر بمجرد ما انت تربطها وترجع الدخل هذا هنا والمهم انت تعرف شن تستخدمها يعني وايضا عندك هنا هاي المعرفة شنو اصلا اللي هي 3M استيكار معرفة شنو وضعها اصلا وشنو اللي مفروض يعني ممكن ان هي تتركب هنا على مدد تحطها على ايدك مفتهمة بالضبط ايضا عندك هنا لل32 جيجا بايت الميموري كارت اللي هو الاردي موجود بالكاميرا عندك هنا كابل الشحن الخاص بالمايكرو الشحن نقل بيانات مايكرو يو اس بي ايضا ملحق وايضا رح يكون عندك المونت المفروض او الموتورسايكل او على اي شي يعني مثلا حتى بالسيارة اذا عندك مكان يرهم بي انه تقدر تحطه بهيش شكل فحتقدر تركبه ايضا وتصور عادي وايضا عندك هذا المونت الخاص بالترايبود اذا تريد تتحرك الكاميرا ب360 درجة ان لك الحرية تسوي هذا الشي وايضا سيكون عندك اخيرا وليس اخرا الـ User Manual الخاص بشون تستخدم الكاميرا وايضا عندك هاي الشيء نفس اللي يجي بالايفون اذا تذكروا الخاص عنده ذات رسة الكاميرا طيب خلينا نبدي ببطل الحفلة الكاميرا مالتنا اللي راح تكون موجودة اليوم اوكي ما عرف هذا شنو اي اوكي المفروض اللي هي تحميها هيكون عندنا موجود بالكاميرا او بالبوكس ما الكاميرا الكاميرا فقط ايضا ما عندك اي شيء اضافي عدل في اللين اللي المفروض يحافظ على الكاميرا نفسها نجي على الكاميرا بصورة عامة ونشوفها مثل ما تشوفون انت عندك من الجهتين الكاميرا او كاميرتين من الجهتين فشي حلو طبعا بداية لزمة الكاميرا خرافية جدا من تلزمها مراح تحس انه الكاميرا رخيصة ان انت بشتري شيء رخيص لا عندك الفنشين خرافي ايضا اكو شغل لازم تنتبه عليها الامام تحسه معدن او نايلون اما عرف اذا هو نايلون لا ما توقع لان الصوت وكل شيء تقريبا نوع من انواع المعدن ايضا عندك البادي مصنوع من البلاستيك ومقاوم جدا الكاميرا مو ضد الماء تقدر تشتري حافظة خاصة لها على ما تكون ضد الماء ايضا عندك هنا من الاسفل الماونت اللي تربط على ترايبوت وايضا رح يكون عندك من الاعلى اللي هو الزر او زر بداية التسجيل او التقاط الصور ادك هنا ايضا LED ادك ايضا الواي فاي وايضا عندك زر تشغيل الجهاز وعندك هنا مثل ما تشوف لايتات تقريبا بثلاث مكان حتى من تصور تعرف نفسك انه انت قاعد يصوره هذا اللايت حتى ذات تجي تواقف قدام الكاميرا راح يبين كل شغلة لازم تعرفها بالاتجاه العلوي من الشاشة مكتوب عليها الاتجاه الامامي خلي ببالك اذا تريد تصور نفسك فحاول تصور نفسك من نانا ليش لانه المايك موجود هنا بصراحة هاني جربت الكاميرا وصورت فيديو من هاي الجهة اللي هتجهل بها الاسبيكر والصوت التقطه والصوت واضح بصراحة هاني جنت متفاجئ عموما خلينا نشغل الكاميرا طيب مثل ما تشوفون هاي هي الشاشة العرض قدك من اليمين راح يكون البطارية ومستواها وعندك التسجيل اش قد يطيق وثلث مثل تشوفون مطيني خمس ساعات وارباطعش دقيقة التاريخ والوقت وكل شي شي حلو على ما تريد اسجل كل اللي عليها يسوي ضغطة وحدة مثل ما تشوفون الاحمر بدي يسجل ومن هنا بدي يطلع لي انه يا بترا الكاميرا قاعدة تسجل وحاليا بدون ما اشوف الكاميرا قاعدة تسجل ب360 درجة يعني حاليا اذا اخلص برد اشوف الفيديو وحنسوي لكم تجربة حاليا ونشوف هذا الفيديو الصورناه الشون هيطلع الشغلة لازم تعرفها على مود انه انت توصل او تربط الكاميرا مع الهاتف اللي عليك تسوي انه من الكاميرا نفسها تضغط على زر الواي فاي ضغطة وحدة الكاميرا راح يقول لك واي فاي اون تنتظر هنا الحال ما يجي تطلع لك الشبكة اللي مفروض تكون اللي كام 360 حاليا حننتظر الجهاز يدور عليه مثل ما تشوفون بما انه انه انا رابطها سابقا فبجرد اني ادوس كونكت بس والمفروض انه الكاميرا اتكنك او التليفون يكنك مع الكاميرا حاليا اروح على التطبيق الخاص بالكاميرا نفسه اللي هو اسمه اللي كام 360 موجود على جوجل بلاي موجود على الايفون مثل ما تشوفون راح يطلع لك الكاميرا او بذ حي للكاميرا نفسها الكاميرا شنو قاعدة تشوف حاليا راح يكون انت قدامك مثل ما تشوف تقدر تتحكم عندك هاي اللي هنانا مثل الدائرة تقدر تحط الخيار اللي اتت ريده مثلا انا ريده بشكل 360 اللي هو نفس اللي موجود على اليوتيوب مثل ما تشوفون اوكي مثل ما تشوفون حاليا هاي الصورة طالعا من الكاميرا نفسها فانت قاعدة تشوف 360 درجة الكاميرا شنو قاعدة تشوف بالضبط انت قاعدة تشوف وياها خلينا نجرب نرفع الكاميرا ونحطها بمكان بحيث فمثل ما تشوفون هذا هو حاليا هنانا انا موجود هنانا مثل ما تشوف قاعدة اصور ما تقدر تسوي زوم بالعرض ايضا عندك شغلة انه هنانا تقدر تسوي مثل ما تشوف انت قاعدة اشوف هنانا التفاصيل واضحة يعني من قاعدة انت اتفرج التفاصيل كلها واضحة درجة اخصصورة ضغطة واحدة هنانا اخذت صورة 360 وايضا اقدر احول من نانا واروح على الفيديووات مثل ما تشوف فوق كاتب لك Full HD بالتالي تراح تسجل فيديووات بدقة Full HD اكو شغلة لازم تعرفها ايضا انا احب ان اوح عليها قبل ما انهي الانبوكسنج اذا الفيديو هذة تتصورة مباشرة مثلا حاليا لاني قاعدة اصور فيديو اذا هذا الفيديو اللي لاني تصوره حاليا من الكاميرا نفسه اجي ارفع دايريكت على اليوتيوب بدون ما دخله بالحاسبة فاليوتيوب مرح يحمله اصلا واذا حمله مرح يتعرف عليه على 360 درجة اكو فيديووات هواي باليوتيوب بتعلمك شون تنتج محتوى 360 درجة تستخدمه حتى ترفع الفيديووات اللي انت مصورها اردي بحيث المالتك المشاهد مني ريدي يجي تفرج كل اللي عليه سوي انه يحرك الجهاز بالاتجاه اللي هو يريده وكو شغلة احب اذكر هتعتبر من المميزات نسبة الخسارة بالصور بالكاميرا نفسها نسبة خسارة الصور يمكن تقريبا درجتي او شي فبالتالي اتعندك صفر خاني ما راح تحس انه كأنه جوجل شاد او عندك سامسونج في ار ولا شي وقاعد تتفرج عليها النسبة خسارة الصور فقط هي موجودة هنان اللي هي بمكان تواجد الكاميرا بالضبط ما عندك اي شي باقي الاشياء اللي تقاعد تشوفها هي فعلا حقيقية ومكانها بدون اي تلاعب عممان هذا هو باختصار سريع الالي كام 360 ان شاء الله هننتج لكم بها فيديوهات واذا راح نسألكم عليها المراجعة الكاملة ان شاء الله بعد الاستخدام هنا ننتهى كل شي لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب وقلو ان اراءكم بالفيديو حول 360 وتقلية 360 وشنين انطباعكم عنها عبدالعلافت سلام عليكم